يحمل فريق الهلال على عاتقه طموحات الجماهير السعودية والعربية في التتويج بلقب دور أبطال أسيا حينما يلاقي أراور الديامونز الياباني في الدور النهائي ذهابا وإيابا ويحاط اللقاء بإثارة كبيرة إذ أنه نهائي مكرر بين الهلال وأراوى طرفي النهائي في نسخة 2017 والتي خطفها الفريق الياباني لصالحه ويبحث الهلال عن حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 19 عاما بعدما كان آخر تتويج له عام 2000 فيما كانت باكورة ألقاب الزعيم عام 1992 بعد فوزه على خصمه استقلال تهران الإيراني في المشهد الختمي ويأمل الهلال في الوصول إلى اللقب الثالث في تاريخه الأسيوي والخامس في تاريخ الأندية السعودية بدور الأبطال فبالإضافة إلى الهلال كان فريق اتحاد جدة قد نال هو الآخر لقبين من قبل في البطولة الأسيوي عامي 2004 و2005 ليدعم سجل المملكة المشرف في دور الأبطال فيما حل الاتحاد وصيفا في بطولة 2009 وجاء الهلال وصيفا أربع مرات في أعوام 1986 1987 كما وضع العين الإماراتي نفسه في قائمة الكبار بالقارة الآسيوية حينما توج بلقب البطولة في 2003 على حساب بوليستيرو الثيلندي كما نجح السد القطري في التتويج مرتين بلقب القارة الصفراء عامي 1989 و2011 أما أفضل إنجاز للفرق السورية فجاء عن طريق الكرامة والذي حصد الميدالية الفضية في نسخة 2006 بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام فريق جيونبوك يونداي الكوري الجنوبي